السلام عليكم. عيد مبارك سعيد. الله يدخلوا لكم الصحة والسلامة والعمار و باش ما تميتوا ان شاء الله. هذا الفيديو هذا كان يوم قبل الايد حضيرات لي وجهة الايد. كنا طمعين ان الايد ما يكون تلجمعه ولكن للأسف وهنا كانت جمعة لي كل شيء. أول حاجة هنا بديت بها هي واحد طارتها كانت شيء هائلة. كانت شيء بحلقة طوغلاسي غزالة وسهلة سهلة بزاف. درت هنا يا جوج بيضات. كاس لارو بدي السكر سانيدا واحد الفانيا قبزة ملح. خلطت الكل مزيان. كاس ديال الحليب خلطت واحد مع القادية الكاكاو حلو. وخلطت وضفت كاس لاروب ديال الزيت. ودائما مع الاستمرار في الخلط. هنا اضفت جوج مع القادية الكاكاو. انا هاد الكاكاو اللي عندي من النوع الجيد. ما كي اعطيش اللون بزاف. ولكن واحد المادة خزالة لبنات بزاف. نحن نمشي عند مول الحلويات. كان يبيع لوازيم الحلويات. غادي نصور لكم الماركة. عندي هنا كاس ديال دقيق. اضفت لها واحد الخمارة. ونضيف تجريجي الخليط. هنا الفرن اكيد لاني شعلته قبل. وجدت المول ديالي. درت لها البابيس والوفن. سوف هنا نضيف الكيمية اللي بقتلية الدقيق. وغادي نخلط العملية. غادي نخلط العملية. غادي نخلط لها دوي كما كتشوفو. هاد الكيك سهل. غادي نخلط عملية الدقيق. قطعة شوية طريفة صغيرين. هي اللي غادي نجي غادي نضيفها. وهذه المرحلة تبقى خطيارية حيث يتكيني الناس اللي مكي بحاديوا الشكل. المول كي قدت لكم. غادي نخلط العملية الدقيق. غادي نخلط الخليط الي. غادي نحن نزيدها شوية الفوق. غادي نحاول مدى نحرك الدقيق. لان يجب علي تخويت اغفر الوسط فقط. هذيك القرقاء اللي يدرت. هذك طريفة القرقاء اللي يدرت. غادي بقاوية في الوسط فقط. نحاول حيث نحاول أن نكون أدي خفيفة و نضر على المول كامل لكي نتأكد أن الطريفة القرقاح سينزلون لها في المول كله نحن ندخلت لكيك الفران و هنا طانضان جيت نوجد هذا الكيك هذي كيك هنا ريس هذي فقط بخطو بالنسبة لي أي حاجة بتنضيرها كنضيرها بهذا الكيك هذي هنا هذي الكيك هذي هذي نضيرها لحسب لي مقنوم ولي بوب كيك نضرت ثلاثة الباكيات هين ريس دوك الكبار جوج دراهمونس هرستهم غير بيديا درتهم في الخلاط الكهربائي ضفت ليهم كاس الحليب ربعة البيضات كاس لاروب سنيدة كذلك واحد صشية الفاني لهذا بالنسبة للخل البيض اعتمدوا في الكيكات ديالكم كيجير بناتغ غزال كيخلي الكيك الشيشة ضفت هنا الكاكاو كاس لاروب ديال الزيت وغادي نقطع لهذا الخير قبصات الملح المهم ضفت جميع المكونات إلا الخمارة ونخليها جانبا تشرب ليه هذيك البيسكويت وكسوائي اللي درت وغادي نجيغا نبدأ نحضر عجينة شوكولات وقبل ذلك نأخذ كمية شوكولات البيض 250 جرام شوكولات البيض سوف نقوم بإمكانها في حمام مريم وخديت كذلك واحد الورقة الجيلاتين ندرتها ترطب في الماء الكيك وجد خرجته من الفران خديت هنا واحد الكازب الحليب وضفت له كذلك واحد المعالقة الجيل نيسكويك وخلطه جيدا نحاول هنا الكيك نجم له مل ونخرجه من المل لان غرضي بشكل اتجابه ويسأن العمل يجربه كيك كيك مازا سخون نجم اجراء كيف في الفيديو بشكل منه چك متجم لكم في الفيديو لدينا صعوبة لان لان المل نقوم بشكل سخون مهم نحاول ان اشترك المل وهم الان نستعمل هذا المل ولكن بعد واحد اتار مهم يجب فجتلك منا نحاول ان نقوم بشكل المل ونأخذ الكيك ونحيد منه البابي ونقلبه يعني الجهة اللي كانت موالية طوال تحت ولا تلفوق وعادة سنسقي الكيك بهذا الكاس الحليب إذا لقيته تسقيه بكاس عصير الليمون كي يجي المداق دياله أحسن بكتير ونخلي الكيك جانباني تشرب نجي لهذا الكيك اللي وجد ديال هينريس نضيف له ثلاثة صشيات ديال الخمارة حمرة ونضيف كل في الخلاط ونضيف له ثلاثة جميع العناصر هنا نبدأ نسكت الخلاط ونعود نسكتون ونخلط ونضيف لكي نتحن ونأكد دقائع المكونات اللي كي ننتحنه ونضيف لكي نضيف المول ونضيف لكي نضيف الزبدة ودخيق ونضيف لكي نضيف الفران ونأخذ معي الوقت ماشي بزافت تقريبا 35-40 دقيقة ونضيف لكي ندخل ونضيف شكلات سوف نخلط حتى ينسج مليا العناصر بعدها يدو بيدك الجيلاتين وكيفما تشاهدون الخالط ركي عقد شوية من كنديروا له الجيلاتين سوف نأخذ نفس كمية شوكولاتي يعني 250 جرام شوكولاتي من النوع الممتاز سوف نضيف الدريجين حتى يبرد شوكولاتي لان في الأول يكون سخون سوف نضيف الدريجين ونضيف الدريجين ولكن لديكم ملوين أبيض لأن كما تعرفون الشوكولات يكون لون ماء الصفر بالنسبة للشوكولاتي الشوكولاتي الذي نصحكم به هو غالة لكي تنجح بأسجنة سوكا سوف نضيف الدريجين ونضيف الدريجين لا تقوم بإمكانكم بإمكانكم أن نصحكم مهم نحاول ندخل كمية لدي سكر ونخدم بعض العجينة لدي العجينة ليس وكاتبري سوف نحصل على عجينة شوكولاتي ناجحة نقدر نخدم بها سور بلاس ديك سعني لن تحتاج لا تبرد لأولو بالنسبة للطريقة لإحتفاظها البنات لا نضيفها نهائيا في الثلاجة سليتي بها لم يبقى لديك بها لديها سلوفا ونضيف البلاكر مع لوازم الحلويات هنا سوف نقسم العجينة على جوج النصف سوف نضيف له ملوين ورضي أنا استعملت هذا الويلتون سوف أعجبوني هذا الملوين سوف نضيف كمية قليلة سوف نضيف كمية قليلة ونبدأ نعمل سوف نحصل على الويلتون سوف نحبس الغزالات العجينة إذا أجربتها سهلة لا تأخذ وقت ولا تأخذ مقادر والويلتون فيها لأنها ناجحة من أول مرة سوف نجح لك لا يوجد تعقيدات سهلة سوف نضيف لتأخذ الماكارون سوف نضيف لأنها تتباق لديه 120 جرم لوز 80 جرم 80 جرم سكر سنيدة 80 جرم سكر غلاسي 60 جرم أبيض البيض أبيض البيض في الليل فرقت البيض على السفر وخليته تلغت سوف نضيف السكر غلاسي سوف نضيف السكر غلاسي سوف نضيف السكر غلاسي وسنيدة مستمرة أضيف وانا استمرة في الطراب واحدة الى أكد سوف نضيف السكر غلاسي لتخلط هكذا سوف أزعت الماكارون لنتظيف الملوين ما أول مرة كما عرفت التركيز و مجهد او لا الشي اللي خلاني كنضيف وتدريجيا و انا تنخلط تحصلت على اللي اللي بغيت و تحصلت الى بالنسبة لهذه الكريمة حتى اعطتني ذاك المينقار عادت و توقفت عادي نجي كيكت لكم عندي 120 جرام دي اللوز اكيد اللوز شديته و طحنته و غربلته جوش خطرات عاد عبرت منه 120 جرام اضفت الى واحد المعين قد يلل كاكاو مغربله خلطت الكل جيدا و عاد جيت عاودت استسمح عاودت غربلتهم للمرة التالية و كنحاولها كندخل هذا كالخليط اللوز الكاكاو مع البيض و انا كنجر من تحت الفوق و كندخل بهذه الطريقة هذي من بعد ما دخل عندي الخليط هنا كنجي كنبدأ ندير عمليات الماكاغوناج كيفما كتشوفوا و كننجي معجنة بالمول نحاولها كنصرح الخليط كله معجنة بالمول و معجنة بالبول و عاد كنعود عاودتهم و هذي ما يسمى بعمليات الماكاغوناج هنا يمكننا ترضي لبال ما ديش نديرها كثير من القياس و و في نفس الوقت ما ديش نديرها كثير من القياس انا هكا كنخلط كندير في الماكاغوناج و انتم كيفما كتشوفوا الخليط كي و اللي اندي كيبري و كنبدأ كنطلع ينفو كيبالية باقي تقطع غادي نزيد نبدأ ندير في الماكاغوناج تبلي عندي الخليط فاش غادي ننزل هكا بسباتولة غادي ننزل ما غاديش يبقى يتقطع بحال هكا صافي هنا يا كانت توقف في هذا المرحلة كانت توقف كنجي كندير الخليط ديالي في البوش و غادي نبدأ نبوشي بطريقة ساهلة انا عندي هنا يا الطبي لي ما عندوش طبي يخذ غير البابي و يدير فيه دوائر و يقلبوه ما تحطوش على الجالي في اسطيلو صافي و غادي تبدو تبوشي هكا لي ماكاغون ديالكو ما اعقلتش بضبط هاد الكيميائي حال خرجت لي انا عندي اشكال في الفران انا عندي الفران انتلاتور ولكن الاشكال ما يطيبش لي المزيان لي ماكاغون ولكن الحمد لله هنجحت معي هاد الوصفة صافي من بعد مسالي كان نضرب هكا بالطاوة شوية كان شعل الفران الوقت لي انا كان بدا نبوشيون كان شعل الفران دخلت لي الماكاغون خمسة دقائق تحليت الباب عليهم و عودت صديته ثاني خليتهم خمسة دقائق عودت تحليت عليهم و عودت صديتهم و عاد خليتهم سبعة دقائق إذا كانت هناك كيك تحنته بهذه الطحانة سوف يكون الكيك كله سوف يتحنه حتى من فرطته بيديه السهله لا تأخذ معي وقت كثير انا نضعه في واحد البول و انا اخذ شوكولات تهن اللي يتبع في مرجان لون واحد هذا البنت غزال يأتي في الوغو نوازيت مجهد حسن من نوتلا انا مجربة من نوتلا و مجربة بهذا هذا العكس في الماداق بوندوغ مجهد وقت تخلط مع الكيك ما يغبرش الماداق ولكن نوتلا ما يبقى شيبان كي تغاعل هذا الكيك يبقى الوغو كأنكم دارين نوتلا يبقى الرخص سوف نحاول نخلط مزيان ضروري هنا تأكدوا ان العجين تشكلوا في اليد بلما يتشقق إذا اشتوه يتشقق زيادة كمية اخرى هنا تقدروا تجمعه بالجبن سوف يأخذ الماسكاربون تقدروا تجمعه بالكارامل اي حاجة بغيتو نيسل اللي بغيتو ناخد هنا قواليب ديال المجنوم نضع فيه واحدة كمية ديال العجين وكنحاول نضغطه باش ياخدوا ليلا فوق ديال المول نجيب هاد العويدات ندخله عندي هنا المول كيه ستمانية عندي جوج ديال المول هي ستاش انا كنخدم بجوج باش باش هكا كي يجيني سهل بلا ما نخدم ونقنجلي ونحيد ونعود نخدم نخدم في خطرة واحدة كنجي هنا الوسط بغيت ندير بغيت ندير هاد المجنوم محشيين خديت غير هاد النيوتنلا تقدروا تاخدوا الفواكي الجفة اللي عندكم قطعوها ديروها الكرانش ديال اي فاكيها اللي بغيتو الفيتين البخالين اللي بغيتو كي بخلكم الاختيار انا هكقدرتها هاد ملكة هاد قطعتها طريفة ونحطها هاكا في الوسط ديال اللي مجنوم عاد غادي نجي من بعد غادي ناخد العجين وغادي نغطي بيه اللي مجنوم من الفوق وغادي نضغط باش هاكا نتأكد ان العجين خدا لفوق ديال المول ونتأكد كذلك ان العجين لصق على ذاك العويات فاش نجين بنتيموليهم او اللي نخدمهم ما يعدبوني شوي تحوليهم من العود غادي نستمر بنفس الطريقة غادي نغطي هاد الكمية اللي اندي كاملة وغادي ديكسان ناخد اللي مول غادي ندلهم السلوفان غادي ندخلهم المجمد باش يسهل علي اندي موليهم نجي هنا غادي ناخد الطبقة التانية هوا كيف مما يبال لكم هنا لما كانوا راحيتهم غادي ندوز نصيب الطبقة التانية بودرة اللاموس هذه اللي وردتكم الشوكولات تكون جاهزة قدرتها في واحد البول غادي نضيف عليها الحليب الحليب الكيمية 200 ميللتر الحليب ضروري يكون بارد البول يكون نشف ولا اقتراد الماء المطرية الكله غادي نخدم غادي نخدم المطرية الغادي نجاح وضروري ان الحليب يكون بارد ثلاثة لوريقة جيلاتين ثلاثة لوريقة جيلاتين ثلاثة لوريقة جيلاتين مع ذاك الماء التي خليت ثلاثة لوريق سنضيفه اللاموس تدريجيا خلط لن يطيع لوريق تطلق الماء نضيف شوية وضيف امتل نكمل كاملة بالنسبة لكيك اضعته في بلود اضعته تحت منه و اضعته طاقة لديه ضاير مشكلة و اضعته هنا الكادر لكي اتأكد ان لم تنزل لي من جنب يبقى بايل الكيك بوحده و لم تنزل للموس ونحاول لكي اضعتها لكي اضعتها لكي اضعتها لكي اضعتها والموس و بعد الساعة سنحاول لكي اضعتها سنقوم بسطح و سنضعها بالسلوفان و ندخلها مجمد لكي اضعتها بسرعة اضعتها الغذاء لكي اضعتها لانجربها لكي اضعتها لانجربها لانجربها اخترت هذا الشكل في هذا الموضيل اخذت الطباعة اليدوية اضطت فيها عيد مبارك اضطت سكر وماء اضطتهم جيدا من الجهة التي تكون موضيلة من الموضيلة التي تكون موضيلة لتسقط العجين لتحضر بالطباعة لتسقط العجين لتسقط العجين لتسقط العجين بها لتسقط العجين كان جي كان ناخذ هديك آلات الطباعة اليدوية وكان طبع بها أي حاجة بغيت وكما قلت لكم هنا يا أنا كان طبع عيد مبارك سعيد هنا يا ممكن أنكم تلونوها صراحة كانت أنا أولا أنني لونها بالدهبي ولكن بحكم ديق الوقت ما ما بقيتش قديتها صافي كان طبع كي قلت لكم وكان جي كان زيين بوريضة في الغوز بالنسبة للمقنوم وهذا ربقين في الكونجيلاتور جيت بيت نخدم القناش للأسف لقيت الكريمة خاصرة وضروري خصني الباديل لأنه كان واحد لوقيتها هادي بالليل ما لقيتش حد لنقدر ناخدها عنده لفجرة الزمايين لبيت نضيباني عشنو قدرت خديت عين ايميل ديال الحليب ضفطلع مع عرقة كبيرة ديال الزبدة ودرتها فوق النار حتى غلات وضفطلع مع عرقة كبيرة ديال الجليكوز الجليكوز كي أعطينا واحد للمعانا غزال فلاموس او لف القلاسج عاد جيت خديت 250 جرام ديال الشوكولات غيش وضفطو على داك الخليط ديال الحليب وخليته شوية حتى حسيت بيدها بعد خلطت الكل تنسج من تنسج مت العناصر مع بعضياتها خرجت الحلوة ديالي من المجمد وجيت خويت عليها القلاسج الغلط اللي قدرت وانني خويت القلاسج كله الوسط وكانت عندي الحلوة كانجلي الشي اللي خلاه ضغياء ضغياء هكا قبط مساحش عليها كامل ولكن ماشي مشكل داركت المعقف وزيتها وحاولت هكا ندورها وباش هكا تكت انا القلاسج قصلي الجواني بكاملين القلاسج اللي بقى جمعتوه وباش خدمت الماكارون والقاناش باش درت الماكارون هنا يا هاد اللي مقنوم دي موليتهم من المول في الوقت اللي غانا خدمهم وهم شو تخلوهم بالنسبة للزين البنات الصراحة ليزينوهم اختاروا انهم يدروا خويته هكا تخليتهم على خاطرهم البوب كيك خديت هاد البايد الدهبي قسمته على جوج كان جي كان دي الراص دياله في شكولات البيض وعاد كان نغطصه في الكويرة مهم هنا يا راه مشا الحال روينة كينا ما تديوش على روينة واللي تكنزر بغي باش نسالي كي يبلياغي الناس هاداك القاناش اللي قلت لكم شاطلية او هاداك القلاساج خليتوا تبرد تحول لي القاناش وليدت في البوش وبديت كان ديروها هكا في الماكارون وعادشتو مني كان جي كان بلصق عليها الاخرى كان حاول نضورها هكا وره من شكل دياله باي اللي كم ناجح وجغزال البناتها هكا تدوقو فيه لوغو ديال لوس وشت كل شي بالليل باش لغتلي صباح نعقل على الضيوف فيه سلقت هنا خضراء كان عندي خزو اللوبيا البربا البطاطا البروكولي ولي شود بروكسل سلقتهم صفيتهم خليتهم كي تصفوا وللأسف هنا يفشيت بغيت نصفي هذا خزو تخوع لي المسخون وحرقني في الصباح ديالي حرقة خيبة موين مع ذلك رايبة لكم الصباح ديالي دليمنا هاداك الصباح السبابة ووفين محروقة رايبة لكم حمر هنا يجيت نصيب لما غيناد ديالتجاج درت الزبدة درت معلقة كبيرة ديال الخرقوم معلقة كبيرة ديالسكنجبير الملحة شوية دل بزار معلقة كبيرة ديالعطرية ديالتجاج معلقة كبيرة ديال لما غيناد درت كذلك المطارد قمت بإضافة الضعفران الزعفران قمت بإضافة معلقة كبيرة قمت بإضافة الضعفران أستسمح كذلك الكنور وسن تختبر إضافة كمزان من بعد أن أضيفها لحرصة حتى المنزل هذه الحرصة انه محارة وهذه القياس خياس دائماً الزبدة كانت بحرارة المطبخ سوف نضيف لها الماء لكي نخففها لكي نمغيني الزبدة ومدخل الكونجيلاتور وعجب التو لا نحمي الزبدة لنأكله نشف لنأخذ الزبدة ونحاول نحفيرها اسم لي بحرار الماء وبحرار تفصدر بنى فخيضات المختلفين سوف نقصها بالماء بنى من نفس الطريقة نضيفهم بحرار الماء 40 ثم نضيفهم في نصف ماء نضيفهم بحرار الماء و هندخلهم الثلاجة خديت الكبدة بدرتها أبارف وحد زليف وحدتها تاية في الثلاجة بالنسبة للعنق والقنصة حتى هما شديتهم وقطعتهم وضفتهم لهذا الخليطة هيدا و هادي ندخلهم الثلاجة كي قلت لكم تلغت لي هنا نوع مال مو كانت عوالة باش نحضر الطبلة ولكن كان مشى الحال لان هاد شي كل شي درتو بوحدة سيقت الدار جمعت الدار كل شي خليت الكوزينة نقية ما فيها لمو علاوالو باش هكا الصباح اولا رهنيت دابة فاش كنهضر معاكم اولا فاش كنت كنهضر هاد جاج رهنيت علينا الصباح الحال المهم سالي تروينتي جمعت كل شي مسائلي مقدة بقاليا الفطور ومعنات الفطور تلغت لي عد قديتهم حيث كي قلت لكم ما بقاش لي الحال يالله وشدت هاد شي اللي وعر الصباح هديك الساعة غادي نقاد المسائل الحلوة وكل شي غادي نقاد دو في بلاستو معا ما عندي شي تيم معين انت كان بدك نحط عد كان عارف باش غادي نخدم هذا هو الساستين باش كان مشي وكان هدا اول عيد غادي ندوز في داري وما تصوروش الفرحات ديالي قدشة البنات عاد حسين نقدر نقول لكم بدك جوه والعيد والجوه في الدار ديال العيد الحمد لله هنا غا نقول لكم بسلامة تنتلقى ان شاء الله في فيديو ديالنهار العيد خليت لكم راحة لبال وخليتكم في امان الله السلام عليكم شكرا روا اللقاء صغروا شكرا جيد